40 سنة في دراسة بحسية اتنشرت سنة 84 تحديداً بتتكلم عن المسلسلات التلفزيونية اسمها تمثليات التلفزيونية محلك سر لأنها في هذا التوقيت انفصلت قليلاً عن الواقع انفصلت عن قضايا للطفل، قضايا المرأة، قضايا المجتمع بشكل عام لكن عادت خلال كم سنة اللي فاتوا من خلال الشركة المتحدة للوجهة من جديد هذه القضايا، الاهتمام بمثل هذه القضايا أهمية الاهتمام بقضايا المجتمع إيه؟ وشايف هل إحنا محتاجين تركيز أكتر على قضايا المرأة خلال الفترة اللي جاية؟ شوف بالنسبة لقضايا المرأة تحديداً أعتقد أن إحنا في الوقت الحالي مركزين عليها بأشكال مختلفة وبعدين الأعمال الدرامية عشان تلتحم مع المجتمع لازم تبقى الدراما الاجتماعية قريبة من هذا المجتمع اللي أنا عايش فيه يعني ما يبقاش بتكلم بقى أن أنا عن مجتمع في أمريكا أو في السويد أو في معرفش إيه ده مش مجتمعي صحيح إحنا خلال العشرة 15 سنة اللي فاتوا كان فيه كده فجوة هذه الفجوة إن إحنا اشتغلنا شوية على دراما المخدرات ودراما الكمباوند شوية وحاجات من دي رجل الشارع البسيط والسواد الأعظم ده مش إحنا مشاهدين هو مش شايف نفسه ليه؟ مش دي مشاكله صحيح ففقد التأثير فخلاص فقد التأثير وانفصل العودة بقى بتحصل إزاي إن أنا رجعت تاني بتكلم على الدراما الاجتماعية وما يهم الناس الطبقة الوسطى تحديدا ثم الطبقة الشعبية طبقة النخبة قليلة جدا في أي مجتمع فهنا بعرض مشاكلهم فأنا وأنا قاعد على قدام التلفزيون بقول الله أنا الشخصية دي قابلتها أو اتعاملت معاها أو حصلت لي نفس المشكلة أو إيه اللي حصل يعني أنت لما تتفرج على تحت الوسطى هتلاقي ستات كتيرة جدا تقولك والله ده لما مات جوزي ما عرفش حصل إيه وروح تعد في المحكمة سنتين وروح تمعرفش إيه هنا الالتحام بقضايا المجتمع الموضوع مش المرأة الوحدها هي المرأة آه موجودة وفي أي عمل المرأة موجودة ولكن ما يهم الأسرة وده اللي احنا رجعنا له دلوقتي بقالنا حوالي ثلاث سنين إن الدراما رجعت لي الدراما الاجتماعية بعدت عن المخدرات والكمباوند والمش عارف إيه والحاجات دي ورجعت للدراما الاجتماعية اللي الناس شافت نفسها فبقت بتتكلم على قضايا تمس الناس صحيح ممكن حتى طبقة النخبة زي ما حضرتك دكرت يا فندم إنه لما بتتعرض لنفس الموقف على فكرة بتقابل نفس الصعوبات ونفس المواقف اللي احنا تبعناها في مسلسل عسابيين مثلا تحت الوصاية فبرضو بتمس هذه الطبقة بشكل أو بآخر طيب زي ما حضرتك كنت تتكلم فيه نقطة كمان مهمة جدا دايما كانت الناس بتعلق هو لازم يعني تطلعوا الجد سيء واتطلعوا أسرة الأب ووحشة بس احنا تبعنا مثلا في المسلسل إن الجد ما كانش سيء يعني قال عم كان عنده مشكلة دي قصة تانية ولكن الجد ما كانش سيء الجد الفكرة عم نتكلم في فجوة بين الأجيال الحاجات اللي هو شايفها مهمة وضرورية من وجهة نظره مختلفة عن الحاجات اللي الأم شايفها مهمة وضرورية لأولادها فهنا فرق أجيال مش فكرة إن الجد لازم يكون بالضرورة سيء ودي نقطة كمان مهمة يعني لو بنتكلم على تحت الوصاية تحديدا أعتقد السيناريو مكتوب بحرفية شديدة ولكن لازم نقول جملة مهمة جدا الدراما يعني مختلفة شوية عن الواقع لأنها دراما أنا مش أنقل الواقع كما هو يبقى هروح للأفلام التسجيلية ولكن أنا عشان أجيب مشكلة وعرضها دراميا أنا ممكن أضخم في بعض الأدوار وأقلل الحبكة الدرامية من بعض الأدوار بالضبط أنا هنا لما بقول الجد آه فيه صراع أجيال وصراع أجيال وصراع تفكير الجد هو ابني لمرحلة أخرى مش موجودة دلوقتي ممكن لما كان شباب كان بفكر إزاي وده اللي أثر عليه العم مرحلة تانية الأطفال مرحلة تالتة صحيح ممكن هنا في الصراع أنا من حقي كمؤلف أن أنا أعمل الصراع على أشده أخلي الجد مختلف مع الأبناء أو مع الأحفاد أو غير وأقول الأم نفس الحكاية أكبر الصراع شوي أنا لما بكبر الصراع أنا بدقم المشكلة عشان دي صرخة موجودة بحاول أعرضها على الناس ليش أن أنا بنقلها للواقع وهو الواقع فيه كل حاجة إحنا في مجتمع والمجتمع فيه الطيب وفيه الشرير وفيه الخير وفيه السيء فيه كل حاجة لكن دراميا من حق المؤلف أنه هو يكبر في جانب ويقل في جانب لأنه هو هنا في النهاية ما بتكلمش على الجد بس أو العم بس هو بتكلم على رسالة العمل ككل هل وصلت ولا ما وصلتش؟ هي دي فكرة أنا بالنسبة لي أعتبرها طبعا حضرتك يعني تقدر تقيم أفضل مني أنا أعتقد أن دي كانت نقطة إيجابية لأنه بالفعل هو مش شرط أنه يكون الوصي إن كان الجد أو العم مش شرط أنه يكون شخص سيء ولكن ممكن يكون فيه اختلاف في المفاهيم واختلاف في النظر واختلاف في الأولويات في بعض المشاكل الموجودة في الحتة دي تحديدا في المجتمع ممكن تلاقي الجد اللي هو يعني عمره فوق 80 سنة أو أكبر ممكن تلاقيه مش متعلم صحيح طبعا نحن في مجتمع فيه أمية هذا الجد كان في مرحلة من المرحلة هو مش متعلم تفكيره يختلف عن تفكير الأم عن تفكير الأطفال تمام هنا الاختلاف هو متمسك بوجهة نظره هل ده موجود في المجتمع اللي مش موجود؟ موجود بكل تأكيد مش عيب إن أنا أعرضه طبعا في سبيل طبعا أنا عندي جد آخر ممكن يبقى أستاذ جامعة هل هيتصرف نفس التصرف؟ لا طبعا أكيد لا لكن وجهة نظر المؤلف اللي رايحة في اتجاه واحد اللي هي تخدم الرسالة الدرامية هو ده النموذج الذي يصلح لها صحيح وفي كل أحوالي بالفعل الأم قادرة بإدارة شغل أولادها ترجمة نانسي قنقر